لدي صديقة، هي سيدة في الأربعينيات، وقد عانت من بعض الوزن الزائد وعملنا معا في عدة ليشان، لكن تغيرت مسؤولياتها ومسؤولياتي لذا لم أقابلها لفترة. لكن عندما قبلتها غمرني الزهول، إذ بدت أشبه بمراهقة، لم يكن وزنها زائدا، بل تحلت بجسم مشدود ونحيل، وكان وجهها مشاعا بالصحة. سألتها ماذا فعلتي؟ كان جوابها الشامل غيرت نمط حياتي، ثم راحت تخبرني عن كل الأمور التي تقوم بها، مثل ممارسة رياضة، تناول الفواكه والخضار، وما إلى ذلك من أمور تفعلها، لكن افتتحت كلامها بجملة غيرت نمط حياتي، هذا ما نريد مساعدتكم في القيام به، أي تغيير نمط حياتكم من نمط غير صحي إلى نمط صحي، سواء كنتم بحاجة إلى خسارة الوزن أم لا، لكن إن كنتم بحاجة إلى خسارة الوزن، إليكم الطريقة الفضلة للقيام بذلك، وهي تغيير نمط حياتكم، لذا دعونا نخسر ذلك الوزن. اشتركوا في القناة تذكروا أنني اقترحت عليكم فرضاً خلال الحلقة الماضية، قضى الفرض الأول بشرب مزيداً من الماء، بحيث تزيدون الكمية وصولاً إلى لترين في اليوم، إن كانت تلك الحلقة فاتتكم دعوني أراجعها. السبب الذي يجب أن يدفعكم لشرب الماء هو أن كل خلية في جسمكم تستهلك الماء، والجسم بذاته مكون من 70%، أما الدماغ فمكون من 85%، ولتعمل كل أعضائكم كما يجب تحتاجون إلى الماء. لعل الكمية الأدنى التي تحتاجون إليها لتكونوا بصحة جيدة هي لتران. إن كنتم تحاولون تخفض وزنكم شرب الماء أكثر أهمية، لأن خسارة الوزن تؤدي إلى إفراز من المخلفات في الجسم بحيث يتوجب على الكليتين توليها، وطبعاً لتساعدوا الكليتين في توليها تحتاجون إلى الماء. وأحياناً قد تعتريكم نزوة وتتوقون إلى تناول وجبة خفيفة، الوجبات الخفيفة قد تكدس السعرات الحرارية. في الواقع، هل أنتم جائعون فعلاً؟ أم يعلمكم جسمكم بأنكم تشعرون بالعطش؟ ثم طريقة واحدة للتأكد، اشربوا كوبا ماء بدل أن تتناولوا ذلك الوجبة، وانتظروا ربع ساعة، وتبينوا ما إذا كان التوق إلى الأكل سيزول. غالباً ما نكون عطشانين، ولكن نسمع حافزاً مرتبطاً بالطعام، فيما لا نكون بحاجة إلى طعام، بل إلى الماء. إذن شرب القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية يؤدي إلى إصابتنا بالتشفاف، لذا سنرغب في استبدال الماء، الذي يتطلبه استقلاب جسمنا لتلك المواد. إذن مقابل كل كوب شاي أو فنجان قهوة أو مشروب غازي، سنحتاج إلى كوب ماء إضافي لنعود إلى صفر. لذا فكروا في المشروبات الغازية للحظات. كيف يصنعون المشروب الغازي وما محتوياته؟ هذه المعلومات مهمة. خذوا كوب ماء، أضيفوا إليه 10 إلى 12 ملعقة صغيرة من السكر، ولا تنسوا الملح. أجل، الملح. فالملح موجود في المشروبات الغازية حوالي 50 ميلي جراماً في كل حاوية. لكن لماذا يضعون الملح في مشروبكم؟ حسناً، ما الذي يحدث عندما تكثرون من الملح؟ هل تشعرون بالعطش؟ أترغبون في شرب سائل ماء؟ إذن لو وضعوا الملح في مشروبكم الغازي، ستشربون وتشعرون بالعطش وتودون احتساء مشروب آخر. فما رأيكم بهذه الخطة التسويقية؟ لماذا يضعون في المشروب كمية هائلة من السكر؟ لأنكم ستتزوقون الملح ما لم يفعلوا ذلك، ولهذا يحتوي إلى حوالي 12 ملعقة من السكر. فضلاً عن ذلك يجدر بمعظم الصانعين تلوين المشروب. يحتوي بعضها على ألوان، إذن عليهم إضافة مواد ملوينة ومواد حافظة، وكذلك حمض الستريك وحمض الفوسفور الذي على الجسم أن يجعله قلوياً بواسطة الكالسيوم قبل أن تستطيع الكليتان توليه، وهكذا يجردكم من الكالسيوم. إن لم تأكلوا كمية كافية في حمياتكم، سيأخذه من عظامكم. والأشخاص اللي يفعون، خصوصاً النساء، أقلقوا فعلياً بخصوصهن، لأنهن لا يستهلكن كمية كافية من الكالسيوم، ولا يمارسن رياضة بقدر ما يجب لإبقاء العظام قوية ضمن الفئة العمرية حيث تتقوى عظامهن، ومع ذلك يحتسن مشروبات غازية تجردهن من الكالسيوم الموجود في جسمهن. فما الذي سيحدث ما تكبرنا في السن وصرنا أكثر تعرضاً لترقخ العظام؟ كما عليهم إضافة مواد مكربنال يفور الشراب، ويتكون مشروبكم الغازي من كل تلك المواد، لعل كل مشروب يحتوي على 120 إلى 180 سعر حرارية بحسب محتوى من السكر. لو شربتم قرورتين من المشروب الغازي كل يوم، خلال الشهر سيكون وزنكم ازداد كيلوغراماً. حسناً، خلال سنة كيلوغرام كل شهر أي 12 كيلوغراماً في السنة، لعلكم تتذكرون قصتي عن صديقة التي كفت عن احتساء المشروبات الغازية بالكامل، وكذلك الخالية من السكر، لأنها تزيد الشهية. وقد شربت الماء كبديل، وخلال تلك السنة هبط وزنها 12 كيلوغراماً، لذا تذكروا أن تشربوا الماء. أما الخطوة الأخرى التي طلبنا منكم القيام بها، الفرض الآخر قضى بتناول الفطور. أعي أن ذلك تطلب إعادة ترتيب للأمور، لأنكم إذا أكلتم واجبة كبيرة في الليل، وكثيرون منكم اعتادوا القيام بذلك، فلن تكون معيدتكم جاهزة لطعام في الصباح، ولن يمكنكم لومها لأنها عمل طوال الليل فيما وجب أن ترتاح، ولا يمكنكم أن تتوقعوا منها تقبل الطعام في الصباح بسرور. لذا، لكي تجروا ذلك تغيير، عليكم أن لا تأكلوا وجبة دسمة خلال الليل، بل كلوا وجبة خفيفة مثل الفواكه، وحرصوا على إنهاء وجبتكم قبل موعد النوم بأربع ساعات. عندها ستكون معيدتكم فارغة، وسيمكنها أن ترتاح فيما ترتاحون. وإذا فوتتم الفطور، سيغبط مستوى السكر في دمكم، وستشعرون بالجوع، وستودون تناول وجبة خفيفة، وتلك الوجبات الخفيفة تكدس سعرات الحرارية، كما لن تشعرون بالراحة، سيكون مزاجكم متكدراً، وستشعرون لن تكونوا أشخاصاً سعداء. لذا كلوا الفطور، ثبتوا مستوى السكر في دمكم، سيقول الآخرون ماذا أصابك؟ تبتسم غالباً وتبدو أسعد. كما قد يقولون ماذا تفعل؟ مظهرك جميل في هذه الأيام. إذن، كلوا فطوراً مشبعاً، وغداءاً متوسطاً، وعشاءاً خفيفاً. اليوم سنقوم بخطوتين إضافيتين نحو خسارة الوزن الفائد. لعلكم تتذكرون أن دكتور بيرنرد اقترح خطة حمية بسيطة جداً على النساء عانين من الوزن الزائد، وقد هبط وزنهن، وما كانت الخطة؟ في الواقع، لأعلمكم بالخلفية، دعوني أراجع ما تحتاجون إليه في حمياتكم. نحتاج إلى ثلاثة مما يسمى المغذيات الكبرى، أي الكربوهايدرات والبروتينات والدهون. الكربوهايدرات قد اكتسبت سمعة سيئة في هذه الأيام. في الواقع، بعض الحميات تحضر تناول الكربوهايدرات بالكامل، لكن سمة كربوهايدرات تناولها مفيد، وسمة أخرى تحول دون بلوغكم أهداف خسارة الوزن. لذا، كيف يمكننا التمييز؟ الكربوهايدرات التي علينا أن نأكلها هي تلك التي لم تخضع للتكرير، أي بعبارة أخرى، هي أطعمة كاملة. وتحديداً الفواكه الكاملة والخضار الكاملة والحبوب الكاملة، وكذلك المكونات مثل الفصولية والبازيلة التي تحتوي على الكربوهايدرات بالإضافة إلى غناها بالبروتينات. وعندما نفكر في البروتينات، غالباً ما تخطر ببالنا مأكلات من مصادر حيوانية، مثل لحم البقر والدجاج والسمك والبيض والحليب، وبالطبع هي تحتوي على بروتينات كاملة. لكن ننسى أحياناً أن مأكلاتنا النباتية تحتوي على الكثير من البروتينات، ولو أكلنا أطعمة متنوعة، ستزود أجسامنا بالبروتينات التي نحتاج إليها، وهذا يفاجئ بعض الأشخاص، لكنه صحيح. من ميزات البروتينات النباتية أنها ليست مرفقة بالدهون المشبعة والكوليسترول خلافاً للمنتجات الحيوانية. فالمأكلات النباتية خالية من الكوليسترول، بعضها يحتوي على بعض الدهون المشبعة خصوصاً جوز الهند، لكن ما لم تأكل الكثير من الكوليسترول والكثير من الدهون المشبعة من خلال المنتجات الحيوانية لن يسبب لكم جوز الهند أي متاعب. كما هناك الدهون، هي مهمة جداً للدماغ والجسم وتشغيل الهرمونات، إذا نحتاج إلى الدهون، لكن سمت دهون تفيدنا فعلياً وأخرى تمنعنا من بلوغ أهدافنا الصحية. فلنلقي نظرة على تلك المفيدة لصحتنا. لو استعرضنا مجدداً المأكلات المزروعة كما هي والمأكلات الكاملة، يمكننا أن نعدد الأفوكاتو وبذور السمسم، وكل المكسرات أي الجوز واللوز والبندق والكاجو، وهي لا تحتوي على الدهون، بل تحتوي أيضاً على بعض البروتينات والألياف. فكروا أيضاً في الزيتون، فهو مهم جداً. تلك المأكلات تحوي دهوناً كاملة، وهي مهمة جداً لنا لذا يجب تضمينها في حميتنا. أما ما يورطنا في المتاعب، فالدهون المشتق من المنتجات الحيوانية، وكذلك عندما نسهلك كمية مفرطة من زيوتنا. سنتحدث عن ذلك في الحلقة المقبلة، ولكن فكروا، أليس استهلاك دهون كاملة أفضل من استهلاك الدهون المكررة والزيوت المكررة؟ لذا، المغذي الأكبر التالي الذي نحتاج إليه سأعتبره من المغذيات الكبرى لأننا لن نستطيع الاستغناء عنه، وهو الذي سبق أن تحدثنا عنه كما طلبناه منكم، لتضمنوه في خطواتكم نحو خسارة الوزن الفائد، وهو الماء، وهو مهم جداً لأجسامنا، لكل وظيفة في الجسم، لذا استمروا بشرب الماء. ومن ثم الألياف الغذائية. لو استعرضنا الأطعمة التي نأكلها، سنتبين أن الألياف الغذائية لا تتواجد سوى في مملكة النبات، ولا تتواجد في أي من المنتجات الحيوانية مثل الحليب والجبن واللحم والسمك والدجاج، بل تتواجد فقط في النباتات، أي الفواكه والخضار، والبقول والمكسرات والبذور، هي الأطعمة التي تحتوي على الألياف اللازمة. إذن إليكم فردكم، لا يقتصر على شرب الماء وتناول الفطور يومياً، بل عليكم أن تضمنوا أطعمة غنية بالألياف، وذلك كجزء من خطة خسارة الوزن الفائد. إذن ما المأكلات التي تحتوي على الألياف لنراجعها؟ سترون على شاشة مجموعات الأطعمة الأربعة الجديدة، وبينها البقول مثل الفصوليا والبازيلا، وبعض المكسرات والبذور موجودة في المجموعة لأنها غنية بالبروتينات، كما سترون الفواكه وكذلك الخضار، وأيضاً الحبوب الكاملة، وكل تلك المأكلات غنية جداً بالألياف، لكن لا تحتوي على الألياف فقط، بل تحتوي أيضاً على ما يسمى المغذيات النباتية والمضادات للتأكسد، وهي تلك المواد التي تجعل الفواكه والخضار زاهية الألوان، وتحمي النباتات خلال نموها وتحميكم فيما تأكلون، لكي تحول دون إصابتكم بالأمراض. بعد الفاصل، سنتحدث عن كون الألياف مفيدة جداً في خسارة الوزن. عندما نفكر في الألياف، يجب أن نفكر في المأكلات المزروعة، ولو أكلتم أطعم مزروعة، وعدة أنواع، كما في مجموعة الأطعم الأربعة الجديدة، سيمكنكم الحصول على كل المواد المعدنية والفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية ومضادات التأكسد التي تحتاجون إليها. كما ستحصلون على الكاربوهايدرات التي تلزمكم، وأيضاً الدهون والبروتينات التي تحتاجونها. ستحصلون على الملح الذي يعوزكم. تظنون أنكم بحاجة إلى مرشة الملح، وبوسعكم تقبل القليل منه طبعاً، لكن تحتوي مأكلاتكم على الملح، لذا ما لم تكونوا معتادين على وضع مرشة الملح على الطاولة، ستحصلون على بعض الملح لأننا نحتاج إلى كمية ضئيلة. ثم تنوع من البذور أريد مكالمتكم عنه وهو مفيد، لأنه يحتوي على الألياف وكذلك على دهون الأوميغا ثلاثة، وهي بذور الكتان. يسرني أنها وافرة هنا في الشرق الأوسط. بذور الكتان ذات قشور قاسية جداً، لذا عليكم أن تطحنوها ليستهلكها جسمكم كما يجب. ولو وضعتموهما في مطحنة مكسرات أو مطحنة بن، ستحصلون عليها بشكل يتيح لكم استهلاكها. على فكرة، متى تحنتموها أرجو أن تضعوها في البراد لأنها تفسد بسرعة ولا تعود نافعة. كيف تستعملوا إذن؟ اغرفوا ملعقة، انصروها على فطوركم، أو رقائق الحبوب، أو حتى الفصولية، أو الصلطة، افعلوا ما يحلو لكم. ابدأوا بملعقة صغيرة، ملعقة شاي تقريباً، ثم زيدوا الكمية وصولاً إلى ملعقة كبيرة. هذه البذور تشكل مصدراً جيداً لدهون الأوميغا الثلاثة، وهي الأحماض الدهنية، وهي مفيدة للقلب، كما أنها مفيدة للعقل والبشرة، وقد تساعدكم في مكافحة بعض أنواع السرطان. ودهون الأوميغا الثلاثة في الجوز مفيدة أيضاً، وبذور الكتان والجوز غنية جداً بدهون الأوميغا الثلاثة لذا حرصوا على تضمينها في حميتكم. لكن كم جراماً من الألياف يعويزكم وكم جراماً تأكلون حالياً؟ في الحمية الحديثة، لا نأكل سوى 10 إلى 12 جراماً من الألياف، لكن العدد الأفضل من الجرامات هو ما بين 30 و40 جراماً من الألياف. لو أكلتم تلك الكمية منها، أولاً ستشعرون بأنكم شبعتم من طعامكم، لأنه من الأمور التي تفعلها الألياف، حبس الماء، ما يساهم في جعلنا نشعر بأن الطعام يملأ معيدتنا. سمت نوعان من الألياف، القابل ذوبان وغير القابل، أحدهما يحبس معظم الطعام ويشعركم بالشبع، كما يحرك الطعام عبر جسمكم بسرعة أعلى بقليل بحيث لا تمتصون بعض التكسينات التي يحاول جسمكم التخلص منها، كما يمسك ببعض الكوليستيرول الفائد الذي لا تريدونه، ويجعله يخرج من الجسم أيضاً. ثم لديكم الصنف الثاني، غير القابل الذوبان، وهو لا يكدس الماء، لكنه أحب تشبيهه بالمكنسة، لأنه يعبر الجسم ويكنس كل المواد التي يجب أن لا تكون موجودة، وهو مفيد، إذن النوعان ضروريان. لكن ما المأكلات التي لا تحتوي على ألياف؟ إنها المأكلات المكررة، وكذلك المنتجات الحيوانية خالية من الألياف كما ذكرنا، إذن الدقيق الأبيض، الأرز الأبيض، والسكر، وهي مأكلات خالية من الألياف، ولهذا السبب عليكم تضمين مزيد من المأكلات الكاملة مثل خبز الحبوب الكاملة بدل الخبز الأبيض، وبعض الحبوب الكاملة على الفطور مثل عليق الحنطة أو الشفان، وهما مصدراء ألياف مثلياً بوسعكم تناولهما في الصباح، لأنهما لن يتيحى للكربوهايدرات بالدخول إلى جسمكم والتأثير في مستوى السكر بسرعة. إذن تثبت الألياف مستوى السكر في الدم طوال اليوم، ولا تختبرون النتوءات الحادة، وذلك مهم جداً لمرضى السكري أيضاً. وينفعكم لأنه إثر النتوء الحاد، يحدث هبوط حاد، فتتدورون جوعاً وترغبون في تناول وجبة خفيفة، إذن تساعدكم الألياف في السيطرة على شهيتكم أيضاً. لكن كيف نعرف كمية الألياف التي نأكلها؟ إن كان لديكم مواد للكتابة، ربما عليكم تدوين بعض الملاحظات. في فئة الفصولية والعدس والحمص والبازيلا أي الفئة التي نسميها البقول، لو أكلتم حوالي نصف كوب منها، ستحصلون على سبعة جرامات من الألياف، لأنها غنية جداً بالألياف. لو شربتم حليب السوية، تذكروا أن حليب البقر لا يحتوي على الألياف خلافاً لحليب السوية، لو شربتم كوباً منه ستحصلون على سلاسة جرامات من الألياف. إن كنتم من الأشخاص الذين يحبون التوفو، بوسعكم أن تأكلوا نصف كوب منه، وستحصلون على سلاسة جرامات أخرى من الألياف. معظم الخضار، إذا أكلتم كوباً من الخضار، ستحصلون على أربعة جرامات من الألياف. ستمنحكم حبة بطاطا متوسطة مع القشرة أربعة جرامات من الألياف وجرامين فقط بدون القشرة. كما سيمنحكم كوب من الخاص جرامين إضافيين من الألياف. ستمنحكم حبة متوسطة من الفواكه ثلاثة جرامات. وسيمنحكم كوب من صلصة التفاح ثلاثة جرامات أيضاً، شرط أن تكون الصلصة مصنوعة من تفاحة كاملة ويجسة مقشورة. إذا أعددتم مخفوق الفواكه بإضافة حبة الفاكهة كاملة من دون النواة، سوف يمنحكم ثلاثة جرامات من الألياف. أما كوب من عصير الفواكه فسيمنحكم جراماً فحسب. والحبوب أيضاً كأن تأكلوا قطعة خبز أو قطعة باجل من الحبوب الكاملة ستمنحكم جرامين. وكذلك المعكرونا وخصوصاً إن كانت من الحبوب الكاملة ستمنحكم جرامين وربما ثلاثة. أما قطع الباجل البيضاء المصنوعة من الدقيق الأبيض فستمنحكم جراماً وسيمنحكم كوب واحد من الأروز الأسمر ثلاثة جرامات من الألياف فيما سيمنحكم الأروز الأبيض جراماً واحداً في الكوب. سيمنحكم كوب من طحين الشوفان المطهو أربعة جرامات من الألياف وأعنى خالة أشوف التي تساعدكم في استخراج الكوليسترول من جسمكم لذا عليكم تضمينها. استعدوا لتناول رقائق الحبوب وتحديداً كوب من رقائق الحبوب الكاملة سيمنحكم حوالي ثلاثة جرامات لكن إن كانت خضعت لمعالجة طويلة لم تنحكم سوى جراماً. وإذا أكلتم النخالة ويعد كوب واحد كمية كبيرة من النخالة ولكن أود أعطاكم فكرة لأن كوباً منها يمنحكم ثمانية جرامات. إذن ما الخطوة الأخرى؟ لديكم الماء، تناول الفطور، المأكلات الغنية بالألياف، الخطوة التالية تقضي بإيجاد رياضة تحبون ممارستها لأن الرياضة تشكل جزءاً من الخطة. الرياضة تساعدكم في عدة نواحن ففضلاً عن أنها تحرق سعرات الحرارية تضيف العضلات. وعندما يصبح لديكم مزيداً من العضلات، يمكنكم خسارة الوزن أفضل لأنكم تحرقون سعرات الحرارية التي تأكلونها. لدى الرجال امتياز داخلي. فكمية عضلاتهم أكثر من كمية النساء، لذا بوسعهم تخفيض وزنهم بسهولة أكثر من النساء، وهذا ليس في الواقع عدلاً. لذا زيدوا عضلاتكم بواسطة الرياضة. كما تساهم الرياضة في ضبط الإنسولين، فعندما تأكلون ويرتفع مستوى السكر في دمكم على الإنسولين أن يتولاه، وسوف يساهم في تخزين السكر الدم غير المستعمل. إذا لو مارستم الرياضة، سوف تستهلكونه، ولن يتخزن بشكل دهون. المشي من الرياضات الجيدة، خصوصاً إن كان وزنكم ثقيلاً ولا تحاولوا ممارسة تمرين سيؤذي مفاصلكم، بل انتظروا رئيس ما تخسرون بعض الوزن ليمكنكم حماية مفاصلكم بوسع معظم الناس ممارسة المشي. تنبهوا إلى الطريقة بحيث لا تلون ركبتين أو الكاحلين، وتبقوا القدمين متراصفتين لألا تؤذوا مفاصلكم. إليكم الأمور التي يجب أن تتذكروها. لا تقولوا في أنفسكم أمارس الرياضة لذا يمكنني أن أكل كل ما أريد. تذكروا الحلقة السابقة عندما تحدثنا عن تناول وجبات خفيفة وإضافة حوالي 1500 سعر حرارية. كم سيستغرق برأيكم إحراقها بواسطة الرياضة؟ في الواقع، ستحرقون مئة سعر حرارية إذا تجولتم صعوداً ونزولاً على السلالم لعشرين دقيقة. كما ستحرقون حوالي مئة سعر حرارية إذا مشيتم لثلاث دقائق بسرعة متوسطة. لذا، لو أردتم التخلص من 1500 سعر حرارية وذلك بواسطة المشي، عليكم أن تمشوا سبع ساعة ونصف. لذا لا تقولوا سأكل ما أريد، وبعد ذلك يمكنني ممارسة الرياضة لأن خطتكم لن تنجح. في الحلقة المقبلة سنعلمكم بخطوتين أخرين نحو هدف خسارة الوزن الفائض. استعرضوا البريد الإلكتروني في أسفل الشاشة إذ نود سماع أخباركم. وريثما نراكم المرة المقبلة، دعونا نخسر الوزن الفائض. اشتركوا في القناة